تعرف انك ممرضة اطفال لما لما تكوني خبيرة في تنظيم الوقت انت عارف انك مسؤولة عن اطفال حتى وهم مرضى ما بيقعدوا بظلوا يتحركوا فممكن تقعد دقيقتين في الوجبة تبعتك وترجع تلاقيهم كلهم صاروا مطين من البلكون لما تكوني تهتمي بفضلات المريض الطفل تبعك لو زاد او نقص البول تبعه ولو حتى نص ام ال راح يكون بفرج معك كثير وراح تهتمي جدا بالبراز تبعه وبلونه وبريته وبكل خصائصه احلى ايش في تمريض الاطفال مش راح تقسي الضغط لحده 99% من مرضاكة ما راح تقسي لهم الضغط الا اذا كان له مريض فشل كلاوي او اصلا معه ضغط من الصغر او انه تستعمليها كلعبة تعودية على جو المستشفى لما يكون الشريط اللاصق اكبر صديق اليك بتظل تلزقيه على ايدين المريض على اوعية على العابه وتكتب عليه شغلات وترسم عليه اشكال يمكن لفة كاملة ما تكفيك بشيفت لما تكوني جائزة انك تعطي جوائز لكل مرضاكة لازم يكون في جيبتك في ملبس في العاب في فلوس حتى تشتري لهم شبس وبسكوت تجبي لهم كل يوم ما في مشكلة لما تكوني كل طفل بدك تسمعي دقات قلبه يقول له اسمعي قلبك في الاول بعدين اسمعي قلب لما تكوني دائما مبتسمة لانك بتتعاملي مع ملائكة لما يكوني ازاي التمريض يتبعك كله رسوم كرتون لما تكوني مش قادرة تتوقفي عن حب الاطفال لما تكوني حافظة قصصهم وعاداتهم وشو بحبو وشو بكرهو وشو بدهم يطلعوا لما يكبروا وكل اشي بفكروا فيه ويمكن تعرفهم اكثر من امهم وابوهم شو في ميزات لممردة الاطفال ما ذكرناها بهذا الفيديو اكتبولي بالتعليقات كل التحية لبنات الاطفال